يعقد مجلس الأمن الدولي بعض ظهر اليوم اجتماعا مغلقا لبحث التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية وكانت بيونج يانك قد أكدت نجاح تجربتها وأعلنت أنها ستواصل تطوير قدراتها النووية وأنها قادرة على تزويد الصواريخ برؤوس نووية أذا في وقت تولت فيه الإدانات الدولية للتجربة النووية ولا سيما من قبل روسيا التي اعتبرت أنها تهدد الأمن الإقليمي في مقالة واشنطن بأن هذه التجربة تمثل استفزازا خطيرا وتهديدا كبيرا لاستقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ ولها عواقب وخيمة العلماء والتقنيون في معهد الأسلحة النووية أجروا اختبارا نوويا لمعرفة قوة رأس نووي جرت دراسته وتصنيعه حدثا ولم يحصل تسرب نووي خلال هذا الاختبار هكذا أعلنت كوريا الشمالية نجاح تجربتها النووية الخامسة التي وصفتها جارتها الجنوبية بالأقوى حتى اليوم مقارنة بسابقاتها الشمال فاجأ العالم بتجربته النووية الناجحة التي أحدثت انفجارا قالت عنه كوريا الجنوبية إن قوته تعادل حوالى عشرة كيلو طن العلماء النوويون أجروا الاختبار لانفجار ذري لرأس نووي حديث في موقع الاختبارات النووية شمال البلاد مشيرا إلى أن هذه التجربة النووية أكدت المميزات الخاصة للرأس النووي الذي أعد بطريقة تمكن من وضعه على صواريخ باليستية استراتيجية ورجح الخبراء صحة هذه الأنباء مستندين إلى تسجيل هزة أرضية قوية في منطقة قريبة من موقع نووي في بيونج يانج وسط هذه الترجحات توالت ردود الفعل الدولية الرئيس الأمريكي باراك أوباما سارع إلى إدانة التجربة النووية الكورية الشمالية واصفا إياها بالاستفزازية وسيكون لها عواقب وخيمة وجدد أوباما التزام واشنطن الثابت أمن حلفائها في آسيا وجميع أنحاء العالم من جهتها سارعت الجارة الجنوبية إلى عقد اجتماع صارئ لفريق إدارة الأزمات ووصفت هذه التجربة بأنها تدمير ذاتي وعمل استفزازي سيزيد من عزلة وعقوبات الشمال بدورها وصفت اليابان التجربة النووية بغير المقبولة وبأنها تمثل خرقا لقرارات الأمم المتحدة أما الصين فدعت كل الأطراف في المجتمع الدولي إلى التحلي بضبط النفس مؤكدة أن لا مصلحة لأحد بأن تشهد شبه الجزيرة الكورية حالة من الفوضى أو الحرب وأضافت الصين إنه ليس من الحكمة من كوريا الشمالية إجراء مثل هذه التجربة منتقدة قرار كوريا الجنوبية نشر منظومة أمريكية مضادة للصواريخ ومشيرة إلى أنه يضر على نحو خطير بالتوازن الاستراتيجي الإقليمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر